تحقيق جديد لصحيفة الولستريت جورنل كشفت عن استغلال بنوك عراقية نظام بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك لتحويل الدولارات إلى بغداد ومن ثم إلى إيران بما في ذلك الحرس الثوري تحقيق الصحيفة صلت الضوء على من ظل يعرف في العراق بملك الدولار بلا منازع لنحو عقد من الزمان وهو علي غلام الذي يملك ثلاثة مصارف في بغداد وولستريت جورنل كشفت أن عشرات المليارات من الدولارات جرى تحويلها عبر مصارف غلام خارج البلاد ظاهريا لقطع غيار السيارات والأثاث وغيرها غلام كان أحد أكبر المشغلين في نظام مصرف مؤقت تم إنشاؤه في عام 2003 خلال الغزو الأمريكي للعراق بمجبه طياب بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك دورا رئيسيا في معالجة المعاملات الدولية للعراق النظام المالي ذاك كان يفتقر إلى فحص أساسي في الخدمات المصرفية الدولية إذ لم يطلق من البنوك العراقية الكشف عن هوية الجهة التي تحصل على الأموال المرسلة إلى خارج العراق وبحسب ما نقلت الوستري جورنل فإن المسؤولين الأمريكيين يشتبهون في أن بنوك غلام كانت بين أكثر من عشرين بنكا عراقيا تورطت جميعها في تحويل الدولارات لإيران وميليشياتها عبر استخدام الشركات واجهة للالتفاف على العقوبات التي تمنع طهران من النظام المالي العالمي كما تنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نحو 80% من التحويلات المالية بالدولار التي تتدفق عبر البنوك العراقية في بعض الأيام والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار كانت غير قابلة للتتبع ويضيف المسؤولون للصحيفة أن جزءا من هذا المبلغ يذهب سرا إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المعادية للولايات المتحدة التي تدعمها طهران والثري جورنل قابل علي غلام المقيم حاليا في لندن الذي نفى بدوره أن البنوك التي يتعامل معها أرسلت أموالا إلى فيلق القدس أو النظام الإيراني قائلا إن الأمريكيين ليس لديهم أي شيء ضده وأنه ليس لديه أي علاقة بغسل الأموال أو إيران